جنوب أفريقيا الدولة ذات الطبيعة الساحرة والعواصم الثلاث تقع جنوب أفريقيا في أقصى جنوب القارة وبلغ ناتجها القوم الإجمالي أكثر من 800 مليار دولار مدينة كيبتاون أو المدينة الأم هي مقر البرلمان وهي المركز الاقتصادي والسياسي الرئيسي في الدولة مدينة بريتوريا تمثل العاصمة الإدارية وبها مقر الرئيس والحكومة أما مدينة بلونفونتين أو ينبوع الزهور فتمثل العاصمة القضائية وبها مقر محكمة الاستئناف العليا تطل جنوب أفريقيا بساحل طويل على المحيطين الهندي والأطلنطي كما تحدها شمالا أربعة دول هي موزنبيق، زيمبابوي، وبوتسوانا ونميبيا تبلغ مساحة جنوب أفريقيا ما يقارب المليون وربع المليون كيلومتر مربع وتضم جزر برينس إدوارد التي تقع في المحيط الهندي يقدر عدد سكان جنوب أفريقيا بـ 57 مليون نسمة تغلب عليهم الديانة المسيحية ويتكلمون ما يزيد عن 35 لغة مختلفة منها لغة الزولو والهاوسا واللغة الأفريقية والإنجليزية وغيرها من اللغات عرفت جنوب أفريقيا بتاريخ طويل من النضال ضد التمييز العنصري أو الأبرت هايد الذي انتهى بتولي زعيمها الراحل نيلسون مندلة الرئاسة كأول رئيس أسود البشرة لجنوب أفريقيا عام 94 يمثل اقتصاد جنوب أفريقيا الثاني أكبر الاقتصاديات على الإطلاق في القارة الأفريقية بعد نيجيريا ويعتمد هذا الاقتصاد على قطاع السياحة تتألق جنوب أفريقيا بالطبيعة الساحرة والشواطئ رائعة الجمال وفيها محمية كروجر الطبيعية أحد أقدم المحميات في القارة والتي يوجد بها بعض أقدم الحفريات على وجه الأرض وبها أيضا جبال داركنسبيرج المعروفة بجبال التنين وجبل تايبل الذي يطل على الطبيعة الأخاذة حول العاصمة كيب تاون كما أن بها أول محمية عابرة للحدود في أفريقيا من أشهر الأنهار في جنوب أفريقيا نهر الأورنج ونهر بليد الذي يتميز بوادي من أكبر وأجمل الأودية في القارة كما تكثر الأمطار الموسمية في الشرق حيث تنتشر الحياة البرية والحدائق النباتية في الجاردن روت على الساحل الشرقي للبلاد وتنشط عمليات التعدين في جنوب أفريقيا على الموارد الطبيعية والتي من أهمها الذهب والماس